حور محبب اقترحتوا علينا ليه؟ ده أنا بسمي المنقص هذا البلد يا أستاذ حسام كلما أراد أعداء الداخل وأزنبه أو أعداء الخارج وأزنبه من الداخل اللي هم يوقعوها ويوقع في فتن يظهر من أو ربنا كده بيقيد لها من أولادها وبعض المحبين والعاشقين لها من يرفع من شأنها ويغضع الفتن عشان تعرف حضرك هذا الرجل يعني أنا بسميه الرجل ده المنقص والمصلح وهو ابن الشعب وصديق الفلاح ابن الشعب آه وصدق بعنا ومنقص ومصلح من السياسي فرق بين السياسي والراجل المصلح إن الراجل السياسي بلعب لمصلحته يعني بيستغل الشعب عشان يوصل للكورسي ما نقدرش نعمل يعني أنا بتكلم عموما يعني بتكلم أنا ده تعبري ده في اللغة كده إنما الراجل المصلح هو بلعب لصالح الشعب أكتر يعني دوره أولا فربنا قيد لهذا الشعب في هذا الوقت من ينقذ هذا الشعب وحضركة تقول لي ليه؟ أقول لحضرك هرجعك بقى للبداية كيف كان الوضع قبل ما ييجي هذا الراجل؟ بالضبط الراجل ده كنقائد جيش وقاعد في مانف سيب بطولة طيبة أولا بلد خرج من تطاحن بعد موت إخنطون أو قتله من عرفش بقى عند الأمونيين في طيبة وبعض الأتونيين اللي هم جايين من المينيا وبدأ يحصل مشاكل بين أتون وبين أتباع أتون وأمون فيه فساد فيه رشوة فيه مشاكل كري جدا فيه موظفين بعمل اللي هم عايزينه والدنيا بايزة فيه كمان يعني البلد تعيس زي يقول له تعيسه فسادا في نفس الوقت أن بعض الناس كمان من الجيش خرجوا من الجيش وبدأوا يعني يعملوا ممارسات سيئة جدا ما فيش قانون بيطبق هناك ملك صغير حاكم لو لمكتوت عن خأمون وبالرغم من ذلك هو كان بيعتبر الواسع على العرش بتاعه وكان مؤمن به وكان حاس أن هذا الولد ممكن يجي منه ولكن كان فيه زهر راجل دين بسرعة كده الراجل ده كان تعب أول أثناء إخناتون والملك آي أقول له بعد كده يبقى آي فآي كان كبير في السن ولكن كان بيتحان الفرصة لإستلعرش الرغم أن حور ما يحب كان من حقه بس هو زي ما تقول بيعتبره كان قائد جيش والقائد الأعلى للجيش كان قاعد في منفل حسناك هتقول لي قاعد في منفل ليه لأن المنفل دي كانت فعل كلية الحربية هي فعل إيه هي مقر أنا بس قبل ما تجارز النقطة دي عشانا عايز أصل حتة وأخذ رأي حضرت فيها وهكتفصلنا فيها أن يتقدم وطني أن يبادر إنسان مخلص هذا ليس عيبا وأدف رأيي ودليلي سيدنا يوسف لما قال اجعلني على خزاء الأرض هو مبادر أحس أنه هو يقدر يقدم للبلد حاجة فقال اجعل تقدم بادرة هو الراجل دي مبادرش ده هما اللي قالوا ده هما لما بعد ما مات آي الشعب راح طلبه خرج منطيب قال ليه شعبية هيه دي نقطة أنا وإحنا بنارى التاريخ ببنون سبحانك يا رب أحيانا القصة القديمة وكأننا نتحدث عن الواقع حور محب كان قائد العام وكان مخلص جدا لإخناتون يعني ما عندش مشكلة زر شعبي وكبير ده حقيق على مدار التاريخ المصري بلاقي إن كل من يقود الجيش المصري بتكون فيه صفات محددة لإن دائما الجيش المصري من ساعة مأسسه الملك ميناء حتى الآن عنده قناعة هو جيش ميناء أحسن بي ما هم يعني أخويا وخوكا عمي وابن عمي كلنا يأذب له كلهم من نسيج هذا الوطن نعم وبالتالي يوم ما بيحس إن هناك أزمة الماء وبيحس مشكلة الماء وده الله يحصل عنده حرة حالة حر محب لما بعد الملك آيه هو تولى الحكم حالة أربع خمس سنوات وخلاص مات بطريقة الماء حصل إيه درجة نسبوله أن أحر محب أعمل آنكلاب يا جماعة دا الراجل كان قاعد في منفو والتاني قاعد في طيبة لكن بعض المحبين له لقوا أن هذا الراجل كليش عبية كبيرة جدا درجة لهم جولوا منطيبة وطلبوه وخدوه في موكب من منفو ليه في سقارة نواحي سقارة مركز يا عميت رأينا في مركز البطرشي مع عفز الجيزة لغاية موضو طيبة وطلبوه أن يتولى كان قادة معركة هامة في فلسطين ورحوله قالوله كامل جميلة هو كان ذاكي جدا لأنه كان عنده مشكلتين كان عنده مشكلة في بلاد النوبة يأمنص دايما حدود مصر الجنوبية بيبتدي بيها أقو وحدود مصر الشامنة تيجب المحلة الثانية حدود مصر الجنوبية كان وقف عدد التوت عن كامون كان فيه مشاكل كتير في جنوب مصر راح وقدر يجيب القائد أو يجيب الزعيم بتاع بلاد النوبة وفيه منظر مهم جدا في مجبرته اللي هي كان مجبرة لأنه راجل دلي يعني من ضمن القلاق اللي كانوا مجبرتين أو عنده صفحتين في التاريخ صفحة لما كان جيش وصفحة لما أصبح ملك وهو كان في قائد جيش ما كانش بيتصور فيه خاصة وقرا في حياته وبدليل نوع إخلاصه للملك بتاعه أو اللي كان معنا نوصل العرش إنه راح لملك النوبة أو لزعيم النوبة وتفاوض معه